ويمكن على ذكر لولاش خلينا يقولك انه لما تقابلنا من قريب ونزلت الصورة بتاعتنا وكتبت بعض كلمات الاغنية لقيت الحال اللي انا متوقعه لان انا كنت كده يعني ان فيه ناس كان بتغني الاغنية بس فيه كلمات كان بيقوله حاجات تانية خالص فقولهم لنا بالراحة بقى لولاش الاول انا عاوز احيي بس الفنان عنطر هلال مؤلف الكلمات طبعا طبعا ليه كل التحية اه وعنطر من شعراء جيل المتميزين جدا اللي نجح معايا ومع غيري يعني مع حميد الشعري ومحمد فؤاد ومحمد موحي احنا عملنا الاغنية دي على نصق اغنية ليا تلحين الشيخ زكريا احمد بتقول حاجاني يا ريتي اخوانا ما روحتش لندن ولا باريس فاحنا عملنا ايه لولاش قلبي ما يوعاش طلعمر هوعاش اشتد دلويش يا بنات فتينات ما بلاش للنظرة تاخدني في لحظة طيش يا ما فيكم بيد وامارة وخفيفت الدم سمارة زغللت ويا خلق عناية ما تخفوا شوي علي انا خايف قوي على قلبي يطوعك وما يرجع ليش حلو انا عايز اعرف بس وعنطر جاب الكلام ده منين انا نفسي عايز اعرف يعني ركب كلمة لو لاش قلبه ما يعاشتو لعمره وهاعاش عاشت جاب دي منين وهو عنطر قصة الحقيقة هو عبقاري في الكلام يعني هو دارس شعر كويس الغنوة دي اتلحانت الاول عملنا من الجملة الموسيقية وقلتوله عنطر انا عاوز كلام عليها كل ما شوفي عنطر ما كتبتش يا عنطر ما كتبتش مرة عنطر جالي و كل ما اجريت شقة بروفات فجاي حيبات بقى وقلتوله مش هتنام الا ما اتحلط للغنوة قال لي بس سيبني بس خش انت نام والصبح هتلاقيها فأنا نصحية الصبح لقيتها كتبها على الأورج وانا لغاية دلوقتي محتفظ بالورق اللي هو كتب عليها بخط يده لقيته كتب لولاش قلتوله عنطر يعني ايه لولاش انا مش عارف يعني ايه لولاش قال لي دي بيقولوها في الأحياء الشعبية صح ولاد البلد ودي معناها اللو ما كانش بالظبط بس هم بيقولو لولاش لولاش فطبعا كلمة كانت عبقرية وجملة كانت سهلة وفيها من الطرب القديم يعني فيها تركيبة بيت الشعر فيه من القديم عشان كده لما نزلت في التسعينات عملت نستالجيا للحاجات القديمة وكانت هتاة جامدة وحتى كانوا مسمينها غنوة الدرويش لاني كمان نكحت او في اسماعيلية الغنوة دي اول ما كانت نزلة في الصيف نكحت قوي قوي في اسماعيلية بتعرف اسماعيلية الدرويش الفرقة الدرويش غنوة الدرويش فبقى يغنوها بعدين النكحة التاني في العجمي ومصايف يعني هي الغنوة كان اساس نجاحها المصايف اه صح طب انت لما قريت الكلام ده لانه كلام غيره تقليدي ما قلقتش يعني عدت تفكر اكيد ده لحظة هو الكلام ده الناس هتفهموا مش هتفهموا هيعجبوا بيه مش هيعجبوا بيه هتبقى أغنية حلوة ولا مش أغنية حلوة يعني هو انا بسخ في عنطر حقيقة ثقة عمياء يعني فهو عنطر قال لي بص التركيبة دي محدش عملها صح في الجيل ده محدش عمل التركيبة دي فانت التكن على الله وغني وما تخافش وهي يعني احنا حتى كان لسه الفيديو كليب لسه طالع جديد يعني يعني مش كل الناس لسه بتصور فيديو كليب صح يعني فنان او اتنين هما اللي بدأوا يصوروا من قابلينا يعني فقال لي اعتمد على الاوديو يعني هنعتمد على الاوديو قبل ما نفق حتى الغنو دي ما تصورتش يعني حاجة غريبة لولاش ما تصورتش يمكن لاتصورت الغنوة اللي بعديها لكن الالبوم بتاع لولاش ما صورناش منه حاجة يمكن عملنا اعلان الغنوة كانت اسمها الدوني حر والجون دوني حر اه بس كنا عملنا لكن لولاش ما تصورتش بس نجحت لانه زي ما انت بتقول تركيبة غريبة كلام غريب لحن قديم هسألك على حاجة في نجاحها بس هسألك برضو من وقع اللي أنا قلته في البداية اللي هي لما بنسمع الأرنية وياه وبعدين على قدم ما أنا بقول آه المستلجة بس ما شاء الله دلوقتي مش دلوقتي بس يعني بقالها فترة تلاقيها في الأفرح بتبقى موجودة والناس فيس عليها في الحفلات بتبقى موجودة على التيك توك شباب كتير بيستخدموها على ذكر الياه ده أنت وإنت بترجع تغميها تاني إيه ليا بقى اللي بيجي لك ذكريات الغنوة دي طبعاً ذكريات الغنوة دي يعني أنا حتى كتير قوي بقول أو يمكن ساعات بحس طبعاً لوحد عمره بيتقدم يعني لوحده بيكبر آه للأسف آه بس لما بغني برجع برجع الفترة دي أنا وأنا بغني أنا برجع ترجع لفترة التسعينات آه وأنا على المصرح أنا في التسعينات أنا مش في الألف لقت لا أنا برجع فعلاً لما بغني الأهاني بتاعتي بترجعني أنا شخصياً كأوسام بليه التسعينات آه فبحس إن أنا في الفترة دي لسه خد بالك إنه لولاش وألبوم لولاش ده كان أول ألبوم ليا آه وأول مرة أمسك المينكروفون وغني كان في لولاش آه يعني حتى كان في قصة غريبة جداً كلمني يعني أولاً أنا لولاش محسيتش بنجاحه لأن الألبوم نزل وأنا كنت شغال مع الفنان محمد محي في الاستوديو بنوضع ألبوم أنا حبيته إن جرح قلبي آه طبعاً بالمجال وتحية كبيرة أو من ليه كل التحية طبعاً حبيبنا فهو الشريط نزل وأنا باشتغل في الاستوديو بوزع ألبوم أنا حبيته إن جرح قلبي آه فأنا مش في الشارع مش عارف بسأل المنتج بتاعي دوستاري عبدالله الشريط أخبره إيه؟ إن شاء الله خير ربنا يسهل يعني إن شاء الله أهو يعني فأنا مش حاسس بنجاحه آه بعدين مثلاً أخلص للستوديو بنخلص الصبح مثلاً ساعات الفجر مروحين هلاقي عربية مثلاً معاديها مش أغلل الغنو فأنا وعنطر الله يمش دي غنوتنا آه فعنطر يقول لي آه دي تسد دي غنوتنا يمكن واحد اشترى الشريط ولا حاجة آه نرجع تاني يوم للستوديو فإحنا مش حاسين بالنجاح بدأت تحس بيه إمتى طيب؟ لما كان البدأ يكلموني متعهدين الحفلة يا أستاذ حسام إحنا عوزينك مش عالف في حفلة يا أستاذ حسام إحنا عوزينك في عيد ميلاد أول مرة أنزل في حياتي أغني كان عيد ميلاد كان في الزمالي وكنت خايف جداً لأنه أنا مش أول مرة بقى أول مرة عمزك مجرفونه آه قلت الولد اللي رحمه رحمة الله عليك آه هنزل أنا مش عالف أعمل إيه قال لي يعني أول أنت هتغني الأطلال وأول أنت مش هتغني أغنيك اللي أنت أصلاً مغنيها قلت له آه قلت خلاص هتغني أغنيك روحت ومعايا الفرقة ومن بره جده بغني فلاقيت الناس بيتغني يعني قلت له إيش قال لقيت الناس بقى هم تغني معاه هم اللي بيغنوا آه فأدخلت الحفلة ولاقيت الناس بتغني الأغنية خلاص انطلقت طب الأغنية اللي بعدها الناس هي اللي بتغني آه ما بغنيك يعني الناس حفظة آه قلت طب ده حلو قوي هو آه أغني مع الناس وهكذا ومشت حلو آه إمتى حسيت أنه أنا الغنوة قصرت الدنيا جات حفلة في المعمورة وكانت نجمة الحفلة لفنانة سيمون والسيمون في التسعينات كانت في مجدها صحيح من مجدها التحية كبيرة وانتو تعاونتوا مع بعض طبعا الشغلة مع بعض آه طبعا السيمون كانت من من السباقين في في ستايل الفرانكو أراب يعني السيمون هو اللي في جيلي هي اللي بدأت موجد الفرانكو أراب في السيمون المهم سيمون قالولها المتعايد طب تحبي يبقى مين معاك في الحرف قالت لهم في حسام طالق جديد وحا يعني فان السيمون في الوقت ده تقول حسام يجي يغني معايا بالنسبة لك كانت كبيرة قوي طبعا المعمورة بقى زمان مش عفين ترحقت الجو ده طبعا لو أزاي الساحل للوقت لا يا راجل بقى زاي الساحل هو في زي قام المعمورة والعجل رأيك كان مصف مختلف مش عاوز حد دوس يطلع يهاجمنا يقولك لا وما كده السيمونية هتختم الحفلة فتلاقيت لقيت برضو الناس حفظة الأغاني وبتغني معايا ومنطلق فحسيت ان لولاش دي كسرت الدنيا اه لا كسرت الدنيا طبعا حلو طيب وعلى ذكر أستاذ عنطر هلال لما حس بالنجاح ده غار غار قوي غار لان احنا في لولاش احنا شركة انا بلحن ووزع وغني وهو اللي بيقلف احنا شركة فلما نزل الالبوم ونجح بقت الناس عرفان انا وهو محدش يعرفه يعني هو مؤلف يمشي اه انا اللي مؤلف ده طب حاضر فبقى يطلع افه غريب جدا قال لي يا عمي خلاص انت بقت كل البنات بتحبك حيل وانا محدش بيحبيني ومحدش اه يا عمي ياللي كل البنات ده بيتري علي احنا صحاب فهو بيتري علي جينا نعمل الالبوم اللي بعده اللي قلاش نجح نجح كويس يعني الحمدول للماذا ما شاء الله فاحنا خايفين بقى ان تكون ده كان صدفة ام يعني مش يعني برضو او ده التحدي دايما لما بتنجح بتبقى خيف من الخطوة ولا بعده ودايما نفس النجاح اه المنت كان بيقول لي ايه دايما تاني الالبوم اللي الفنان بيسقط ام يعني لو الالبومك الاولاني نجح ام التاني لازم يسقط طب ليه قالك هو دي قاعدة عندنا في السوق طب هنعمل الالبوم التاني ما تجيه نعمل التالت على طول اه ده عنطر بقى يقول له خلاص يقول له لا احنا هنعمل التاني وشاف ايه والتالت بقى ايه ربنا يزق يعني نجح بقى التالت حال قال له طيب فهنعمل ايه هنعمل وطول له عنطر انت في لازمة دايما بتقولها لي كل البنات بتحبك قال لي اه يعني كان فكرتك هي هي اه فكرتك انك تاخد لازمة اللي هو بيقولها اللي بيقولك بيها من كترة مهمة داي ان انت اللي تعرفتك بقول له عنطر انت دايما بتقولي كل البنات بيحبك ودي لازمة حلوة انا شايفها ما حدش قالها قبل كده اه قال لي تصدق انت كلامك صح طب استنى شوية عنطر دايما بيشايل شنطة فيها ورقة وقلم اه على طول رحمة طلع تاك 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 وصف حالته اه هو وصف حالته ليه البنات الشغلاني اه بتعدم الشايفاني وانت اللي يومه التاني تسأل عليك ملايين ولا حاجة فيك نقصاني اه طب ليه العيونت انساني وانت يدوف ثواني فيك القلوب دايبين دي كل البنات بتحبها اه يعني هو بيوصف هو وصف مشاعر عبر عن لحسه بجد حال بخمس دقايق اه لقيته خد اه قال لي وكانت الهتال تانية ودي سبحان الله بقى يعني لو لاش خد وقت عمل ما نجح يعني يعني ما نجحش على طول كان برضو الاطفال اولى والبداية ولسا الناس بتتعرف قاعد شهر قاعد شهر ونص لان كمان لو لاش نزل بتاريخ اربعة ستة الف سوامائة وتسعين كانت مصر بتلعب في كاس العالم اه فكان كل الناس مشغولة مركزة مع الكرة طبعا وكاس العالم كل شلبي يمشي واحدة واحدة وساعتها لما صدقنا وصلنا لكاس العالم فالناس مش اه لكن في كل البلاد الالبوم نجح في اول يوم نزل سبحان الله بدي كانت عاجة غريبة جدا يعني اول يوم ينزل الالبوم الغنوة السماعة دي من عند ربنا الفطنا من عند ربنا ماشاء الله